لا أثر لأراضي زراعية كانت هنا أقوام من التراب والقشي هو كل ما تبقى منها هنا في هذه المنطقة من محافظة ريمة لم تترك الأمطار سبيلا لسكانها للعيش بعدما لحق بممتلكاتهم من دمار وخرب مئة الكلوهات من الأراضي الزراعية ابتلعتها السيول وعشرة الأسر غدت بلا مصدر رزق ليصبح المكان شاكدا على كارثة إنسانية ثمنها معيشة الناس لم تقف كارثتكم هنا أو عند هذا الحد من النكبة فسيول الأمطار التي ضربت أراضيكم الزراعية وخلفت أذرارا في الأرواح والممتلكات خلال الأيام الماضية ما زالت مستمرة في زحفها على مناطق كبيرة ولا دور رسميا أو منظمتي إغاثي يذكر حتى اللحظة لإنقاذ ما تبقى من الممتلكات نزلت لجان حاصر إلى هذه المنطقة بعد كارثة السيول التي حلت بالناس ثم وعدوا الناس بأنهم ستكون هناك معالجات وإلى الآن لم يحصل شيء من هذا الأمر كله هنا يجد المواطنون أنفسهم بلا مصادر رزق فمزارع البني والحبوب والذرة التي كانوا يعتمدون عليها في معيشتكم ذهبت أدراج السيول ولا سبيل أمامهم للعيش بعد كل هذا سيول كثيرة بحجارها جرفت الأراضي الزراعية التي أمامكم كاملة كانت الأراضي الزراعية تمتلك بعضها في الأبيار الدفنت نحن مساكن الله كان معنا معي جهالا وزوجي شايفا جاثم يرحم الله حالته وهذا الزرعناها كله بز وربي علينا كانوا معاوشة تنحنوا عيالنا مهددون بالسيل وفقدان ما تبقى وسط لاحيلة أمامكم لمواجهة كارثة نالت من أهم أسباب عيشهم ومعيشتهم اشتركوا في القناة